نحكي اليوم عن صفة موجودة عند الكل اليوم ما حدا مستثنى من موضوع الغضب ولكن هذا الغضب يكون عند الناس بدرجات في ناس كلمة بتخليها تشعل نار مثل ما نقول بالعمية وبتكون ردات فعلة كتير سلبية ممكن يندموا عليها ممكن يهدموا علاقات ممكن يهدموا قصص كتير بحياتهم بسبب ردات فعلهم أثناء الغضب ومن الناحية الأخرى في ناس قادرين اليوم يتحكموا يتحكموا حتى بنوبات الغضب اللي ممكن تشعل فيهم ولكن هو حالي طبيعي وضروري يعني اليوم الإنسان إذا ما غضب شوي هل أنت معقول لي يعني وأنت حكيت رشا عن الناس لكن أحسألك أنت شو من الأشخاص اللي بعصبوا فورا أم لا بيعملوا كنترول للغضب أنا أخر كافسي بالكنترول مشكلة بحياتي لكن يمكن رشا كلياتنا من مر بأوقات مكون معصبين مزعوجين بيصدر في عنا انفعال ومثل ما ذكرتي اليوم في عنا درجات أشخاص حسب اليوم كيف تتدرب بيتتقبلي هاي الحالي لحياتك تماما ممكن تلعيني يلجأوا للضرب للكسر للأذى بينما أشخاص يعني يمكن تلتزم الصمت يمكن هون الصعب أنه أنت معني قادر تحكي معهم تماما هلا الإنسان اللي بلتزم الصمت مو أحيانا بيكون دليل أنه أنا عاجز أني أحكي معك ولكن اليوم في شغلات أخرى وهذا الإنسان بيكون حكيم وحليم وقدراني اليوم تخلص من هذا الغضب بالطريقة النفسية الصحيحة لذاته رح نحكي أكتر عن موضوع الغضب نحن اليوم شو كيف قادر نتحكم فيه ما بين السلبيات والإيجابيات وظيفتنا اليوم هي الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديف صباح الخير يا رندا صباح الخير تعصب رندا إسعد صباحك من الملامح وجهة بتحسينه تمام رندا إسعد صباحك أهلا وسهلا فيك إن كان بالبداية لدينا أسباب كثيرة للغضب اليوم وللعصبية إن كانت أسباب اجتماعية أسباب شخصية العديد طيب خلينا نحن نحكي ونوضح أبرز هاي الأسباب اللي فعلا بتأدي لغضب الشخص هلا أول شي بنا نعرف شو هو الغضب الغضب مثل ما زكرتي هو انفعال فأنا انفعالي بيكون دائما انفعال أي شيء بدي يكون بيعطي سلوكيات فهذا الانفعال بيزهر للخارج أنا هو كمان الانفعال هو أكيد بيكون ناتج عن مشاعر تكون موجودة عند الشخص مثل مشاعر الفرح مشاعر الحزن لازم يتعبر عنا بسلوك خارجي لحتى الشخص صحيا يكون مرتاح فكما بالك لما بيكون الغضب نحن المشكلة أنه أوكي هو صار عنده شعور بالغضب أو مثل ما قلتي عصبية أو أعصب نرفز بلا شيء خارجي بلا شيء عير هلأ هذا صحيح هو طلع انفعاله لبره هو حيكون مرتاح وفرغ وشعني نحن منشوف مثل ما قلتي أنه ناس بتعصب فجأة بعدين ترتاح هي في عنده شحنة انفعال ظهرت وخلاص انطفى هذا الموضوع ولكن في عواقب بعدها بهذا العنف بيولد عنف والسلوك والغاضب يعطي نتائج سلبية تماما للشخص فنحن عندنا لما نعرف الغضب نقول هو انفعال فنحن كتير لازم نربطه بانفعال فطري يعني هو موجود حالة دفاعية دائما نحن مدافع عن حالنا بيظهر بسلوك غاضب أو بسلوك اندفاعي أنه أنا بدي برر موقفي أو أنا بدي دافع عن نفسي دائما هو هذا الشعور بيجي بيبلش من المعدة وبيطلع بقى باتجاه الوجه والرأس فدائما بيصير في انقباضات بالمعدة هذا بيعطي شعور إضافي بالانزعاج هذا معصب أكتر بيخلي الواحد يكون معصب أكتر بعدين بيطلع بيظهر بمظاهر خارجية بالوجه وبيلش بقى هون الجسم عضويا يساعد الحالة الانفعالية لا ومنصير قول شو السبب كمان اشتغل لغة الجسد هون نقول إنه ليش تماما نقول إنه شبك فورا نحمرت وعصبت هو بيكون بلش معناتها الشعور بلش يعطي سلوكيات ناتجة عن انفعالات عضوية تماما ما بعرف إذا اليوم بيعلم النفس اليوم فينا نحط أسباب للغضب كونه اليوم نحكي عن قصة فطرية طبيعية يعني ضرورية حتى اليوم بحياتك الحد فينا ولكن نحن هل يمكن اليوم نثبت إلى أسباب تكون ثابتة بحياتك الحد فينا إنه أنا وهاي دي لازم نعصب كرمال هاي الورقة أو أنا لازم نعصب كرمال رندا يعني في شيء أساسات صارتة اليوم؟ تماما هو دائما الشعور بالإحباط والفشل طول ما أنا عندي شعور إنه مثلا إذا حسيت أو وجاني شعور إنه مثلا ممكن هذا اللقاء ما يكون جيد بالنسبة إلي عصب علينا رندا حيعطيني شعور إنه أنا كون غاضبة ما علي قاعدة مرتاحة صحيح معصبة بلش مثلا الكون لأ ما عليش أنا بدي أخد شوية بريك مثلا بدي أشرب ماء مثلا ممكن تشعر إنه نحن عدوانيين معك تماما منعطيكي هاد الأحساس بصير في حالات إسقاطية على الأشخاص بتعني ما عارفوا يسألوني السؤال المناسب تماما عرفتي أو مثلا أنا مضغوطة كتير فنسيت شو لازم صحيح فدائما بصير في عندي تبريرات تفعل هلأ هون الناحية ما رح أقلك الإيجابية ولكن الأخف آثار جانبية لبعدين هو أنه أنا حملت إسقاطات معينة حميت حالي راح هذا الشعور بالغضب اللي عندي بدون ما مثلا بتلاقي في ناس انفعالين ممكن يحمل حاله ويمشي صحيح تماما يتركه ويمشي فهو أدي عطى لحاله مستقبلا آثار سلبية رسم صورة يعني اليوم تماما ورسم صورة عن نفسه ممكن ما تكون هي الصحية تمام مريندا اليوم ما برأيك كمين هيك بيعصب أكتر النساء أو الرجال نحن بنعرف أنه بالحياة العامية الرجال هنون هيك أكتر عصبية لكن أغلب الدراسات بتلاقي أنه لأ النساء أكتر عصبية شو رأيك نحن مجتمعنا بالغضب والعصبية مبتهم فيها الرجال أكتر بحكم مجتمعنا الذكوري دائما رسم صورة كاملة للرجل أنه هو اللي بتحمل كل المسؤوليات فمسؤوليات كثير معناتها أنا في عندي إحباطات كثير يعني مو ضروري أنا أكون كامل بكل شي وأقدر أنجز كل المهام المطلوبة مني ومسؤولياتي بطريقة صحيحة فأنا هون بصير كرجول بصير في عنده إحباطات أكتر بتخليه عنده غضب أكتر يعني ممكن مثلا نتائي كثير نحن نشوف أنه صار مشكلة بالبيت عطل بالبيت معين معرف يصلحه فهو بيعصيب بكون في تراكمات اليوم تماما يعني كمان المسؤوليات بتعمل تراكمات نحن هون بدنا هلأ بنحكي بعد شوي أنه كيف نحاول ما يصير عندنا هاي التراكمات لحتى ما نطلع بثورة غضب لقاء شيء كتير بسيط وما له داعي خلينا نروح لهذا الصور رندل اليوم نحن كيف قادرين بهذه الظروف اللي عمي نحن رحل لك أنا شو بعمل بهذه المسؤوليات والضبوطات اللي كان على الأنثى أو كان على الرجل حتى الأطفال اليوم من بعصبين أنا بنتبتلي خلاص عصبت منك عصب التعصيب كيف قادرين اليوم نحن يعني بدأتصير هي النوط طبيعية بس ولكن النتائج ما تكون كارثية علينا يعني فاطرة نشوف من خلاص تجربتك شو تساوي نحن كلنا اتفقنا أنه هذا انفعال فطري يعني موجود عند الكل بيكون بحالة دفاعية أنا بدي حاول دافع عن نفسي فيها لحتى دائما نكون حامية حالي فأنا العنف نغير الحالة اللي أنا موجود فيها مثل ما اذكر أنه بيكون بمكانه وبيغيره حتى أنا ما اتعرض لكل هاي المواقف لازم دائما فكر أنه أنا شو التفكير أنا مثلا معصبة أنه مثلا هاي الطاولة مثلا ما لا محطوطة بالاتجاه المناسب إلي فأنا بدل ما فكر أول شعور رح يجي أنه أكيد هنه نبعدين فأنا أسطان أيما فأنا دائما نقول تفكيري هاي بالتدريب أنه أكيد في إلى سبب منطقي لحتى محطوطة ومو أنا الشخص المقصود بهذا التصرف وحتى حالي بدل الشخص الثاني اللي هو يعطاني اللي يعطاني الشعور بالغضب أنه أكيد هو كمان هو عم بيعمل هيك لحتى مثلا أنه لحتى كمان يحمي حاله أو حتى يعمل شيء تماما كمان هو عنده أسبابه متى ما أنا بدلت هاي الفكرة بزهني بصير بقى قادر أني أتحكم بعضوتي أنه أنا ما يرتفع عندي الأدرينالين ولا أنا تصير انقباضات بمعتي فورا تبلش تنفس عارفها أنه عدل العشرة هي تماما هيك أنا بعدل العشرة أنا بعمل هيك أنه في ناس العصبية كتير أخي أنا رح عدل العشرة واحد عشرة أنت ما بصير تعملها طيب رندان يوم ممكن يكون الغضب أو العصبية شي وراسي يعني مثلا تكون الأم عصبية طول الوقت بالبيت على ألفاظ على كلمات على عنف يمكن تجاه هذول الأطفال أو قدامهم حتى كمان خلينا نوضح ده ممكن الأطفال يتأثروا هون ويكونوا هيك بالمستقبل صورة عن أهلهم ده لازم ننتبه لتصرفاتنا قدامهم تماما هلأ الطفل بنمزج أهله يعني مثل ما بيتصرف والأهل الطفل رح يتصرف مثل ما بيعاملوا رح يعاملهم المفردات اللي بتستخدمها الأم رح يستخدمها الطفل بنفس الطريقة ممكن مثلا المثال اللي ذكرتي أنه هي ملت من حالة مثلا سؤال مثلا تقليل فرشتي سنعناك قبل ما تنامي فأنتي بتكرري السؤال علي فهي ملت هي ما غضبت مشكلة أنه السؤال بسيط ونظم هيك بيعزبه تماما هي بس شعور لحتى تثبت وجوده هو هذا ما له غضب هي لأنه أساسا الأم ما بتقوله هي ومعصبة أو هي وغضبانة فهو دائما الطفل بيقلت كل شيء عن أهله بنمزجه هلأ كيف نحنا لازم الأم إذا كانت من الأشخاص اللي بيغضبوا بسرعة وبيعزبوا بسرعة كيف ما تحط هي ميزانة هو إنجاز أطفالها نحنا في عنا أمهات بتقلك إنه أنا إذا ابني مثلا ما كان منيح بي درسه أو تعبه نظيفة أو نام بالوقت المناسب فهذا أنا يعني أمه منيحة فهذا بيعطيها شعور بالأحباط بيعطيها تعصب بيعطيها أنه أولادها يمشوا دائما على كل شي هي بديها وهذا أكيد ما له شيء ثابت وما حيتلتزموا فيه الأطفال أكيد فالمفروض هي ما يكون محورة الأساسية لشعورها بالإنجاز هو أطفالها لازم يكون في عندها شيء تاني وبتجيها نوبة الغضب فورا نتغير مكانها إذا هي متعودة تحكي ألفاظ معينة تفوت وتروح مثلا على غرفة معينة تفرغ غضبها فيها وترجع لعند أطفالها هذا كتير شيء إيجابي نفس الشيء بالنسبة للرجال يحاول دائما نغير مكانك إذا كنت قاعد وقف كنت جوه طلع لبرة هذا كله بيعطي بيساعد الجسم على أنه يتنفس صاح لأنه يقدر ينظم تنفسه وبالآخر بيوصل لآخر مرحلة من ضبط الغضب وإدارته أنه أنا فكر بالنتائج صحيح إذا كنت هلأ هون معصب شو حي تكون النتائج اللي جاية لعندي أنه أنا قدرح بدرني هذا الشيء فعلا رحاتي انتهي حالة الغضب وحيكون فيها تفريغ بدون كبد وياما في علاقات انتهت وخربت من ورر ردات فعل الغضب يعني ودائما نحنا بنقول الكلمة الحلوية طالعة والكلمة السيئة طالعة ممكن حيانا كلمة صغيرة تبقى بقلبك وبروحك بسبب هذا التعصيب رندا شكرا لإليك ولصباحك الراي ما فيه تعصيب أبدا يوم تحل رندا وشرفتيني أكيد شكرا إليك يا رندا وأكيد منتمنى نعمل دائما كنترول للغضب والعصبية بحياتنا كلمة ما نقزي حالنا وسط حدنا كمان ما نقزي الآخرين شكرا إليك